المترجم للقناة تحيات وتهاني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليثة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه صاحب السبو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليثة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للقيادة الباكستانية والشعب الباكستاني بمناسبة احتفال باكستان بالذكرى الخامسة والسبعين لاستقلال باكستان وتمنياتهما بالنجاح والتوفيق لاجتماع الدورة الثامنة والاربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي وتم خلال اللقاء بحث علاقات الصدقة والتعاون الوثيقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الاسلامية الصديقة وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة والموضوعات المعروضة على جدول أعمال الاجتماع وسبل تعزيز دور منظمة التعاون الاسلامي إزاء التطورات والمسجدات العالمية إضافة إلى منقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر